موسيقى تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة فجر اليوم الاكاديم يرافقه الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسام عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الانشطة والتدريبات الرياضية التي نفذها طلبة الاكاديمية اثناء تنفيذهم طابور اللياقة واشهد بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس سلام عليكم سعيد ان انا التاقي بيكم النهاردة وتكلم معكم شوية انا عارف ان الاختبارات النهائية للكلية او للاكاديمية خلصت بالكامل واتصور ان احنا الوقت بنستعد لحاجتين في وقت واحد تخريج دفعات جديدة من الاكاديمية ومن الكليات العسكرية بالكامل وايضا استعبال دفع جديدة من الطلبة الجدود ان شاء الله الحياة بالمتابعة مع القادة في القوات المسلحة ومع مدير الاكاديمية انا باطمئن دايما عليكم وحتى من خلال الزيارة والالتقاء بيكم والحديث معكم بيزداد كل يوم تقديري للجهد المبزول وللأعداد الكبير اللي احنا او اللي بتقوم بالاكاديمية دلوقتي في فترة بنعتبرها فترة مهمة جدا واحنا في كل يوم في تطوير مستمر وبالمناسبة النقطة اللي انا بقولها دا هي ان احنا نبقى دايما في تطوير مستمر ده الحال او ده سنن الدنيا واللي اتوقف عند حال معين او عند موقف معين او عند تطور معين التطور دا هيبقى ناجح لفترة ثم هتتجاوزوا الاحداث بعد كده وبالتالي زي ما بقول كده ان احنا محتاجين دايما وانا بقول لكم الكلام دا وانتم يمكن يعني سواء كانوا الطلبة اللي هيتخرجوا او الطلبة اللي موجودين دلوقتي تبقى النقطة دي واضحة بالنسبة لهم احنا في تطور مستمر هو دا حال البشرية ودا حال الناس مهم او ان انا برضو اطمنكم على حالنا وانا يمكن كنت في السلوم من كام يوم والمهم فيها ان انا بأكده معاك دايما ان احنا لم نتوقف ابدا عن العمل وزي ما قلت هناك وبقول لكم برضو احنا في عمل مستمر على كل قطعة او كل شبر من اراضي مصر طيب الازمة اللي كل الناس المتحسبة منها وكل الناس الان منها عدت علينا ازمات كتير في مصر وبالجهد وبالمسابرة كانت هذه الازمات بنعبرها ان شاء الله والازمة اللي انا بكلم فيها دي برضو الازمة الاقتصادية اللي احنا بقلنا دلوقتي بنعاني منها وزي ما قلت كده برضو ان احنا مش كنا سبب فيها كظروف عالم يعني سواء كوفيد 19 موقف الدنيا كلها بالكامل وكان ليه تأثير سلبي اوه على الاقتصاد العالمي واحنا مرتبطين به بشكلة وباخر او الازمة الروسية الاوكرانية وبرضو متأثيرها على الاسعار وكده مهم او ان انا ايه اللي يهمنا في الموضوع ان احنا بنقول رغم الازمة كبيرة دي ورغم ارتفاع الاسعار بتاعت السلع الاساسية حتى مع الجهد اللي احنا بنبذله يمكن انتم خلال شهور قليلة ان شاء الله هنكون حطين على خريطة مصر حجم ضخم جدا من الاراضي زراعية سواء كان في الدلتا الجديدة او في توشكا او في شرق الاوعينات احنا بنكلم على اكتر من يعني لو مجموعة الاراضي دي كلها حتى في سيناء كمان لو حطينا مجموعة الاراضي دي اكتر من 3 مليون فدان مع الريف المصري كمان يعني احنا بنكلم في كمية ضخمة جدا عمل وجهد وحجم اراضي عشان تعمل انتاج زراعي غير مسبوك في فترة زمنية مش كبيرة اوي طب حتى مع ده هنبقى احنا محتاجين يبقى عندنا استراد لسلع اساسية زي الامح والدرة وزيت الطعام ايوه بكميات كبيرة اكيد ان احنا على الاقل بنكلم في 18-19 ويمكن نوصل ل 20 مليون تن امح حجم الاستهلاك المحلي في مصر في السنة الوحدة حتى لو احنا انتاجنا نصه يعني بقى محتاجين نجيب 50% من خارج مصر وبالتالي ايضا احنا بنستهلك منه وبنستورد منه كميات كبيرة عشان يستبقى شايفة ليه ليه احنا الاسعار زيتت علينا زيت الطعام احنا بنستورد اكتر من 90% من استهلاكنا بالمناسبة كل اللي انا بتكلم فيه ده احنا بنستورده بالعملة الحرة وبنبيعه للناس بالجنيه المصر ويبقى بالتالي مطلوب ان احنا ندبر دايما عملة تكفي كل مطالبنا ومستلزمات الانتاج وحاجات كتير قوي احنا بنكلم على ارقام كبيرة قوي نتوقف قدام مش الارقام دي لكن توقف قدام الظروف اللي بتمر بالعالم وبنا واحنا بنتأثرين بيها لكن احنا متوقفين لا طب احنا في حاجة تقلقنا على ان يبقى فيه يعني ازمة في المواد اللي احنا بنتكلم فيها دي لا طبعا احنا عاملين حسابنا دايما ان يبقى فيه يعني من خمسة لستة شهر احتياطي من السلع دي كلها بالكامل عشان تبقى دايما عندنا فرصة ان احنا نجابها اي زرف نفس الكلام على الوقود احنا بنتكلم في عشرة مليون سيارة بتتحرك كل يوم على امتداد الجمهورية بالكامل انت محتاجة ايضا تجيب لها الوقود اللازم ليه وبرضو انت جزء كبير من ده انت بتستورده من الخارج متوقع موضوع محطات الكهرباء تصوروا ان انتوا محتاجين في اليوم 18 الف طن مزود عشان نشغل المحطات بكامل طاقتها عشان توفر الطاقة في الظروف درجة الحرارة المرتفعة اللي مرت علينا خلال اليام اللي فاتت ويمكن برضو احتباء معنا شوية كده انا بتكلم يعني اكتر من نص مليون طن مزود في الشهر تمانهم تقريبا يعني 300-350 مليون دولار ده غير الغاز اللي احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني انتاجنا منه بيقدم جزء كبير جدا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي يعني لو ما كانش الانتاج بتاعنا ده كان موجود دلوقتي كنا احنا هنبقى يعني في قزمة كبيرة اول حقيقة الحمد لله رب العالمين انا بسا حبيت ان انا اطمنكم واقول ان احنا قد تكون الاسعار بتاعت السلع مرتفعة وده امر يعني محل تقدير واننا والحكومة بتعمل بالوقتي على يعني مجموعة اجراءات تخفف من خلالها من اثار هذه الازمة يتبقى طبعا الوضع في منطقتنا وفي العالم وزي ما بقول دايما مصر دايما لها ثوابت في سياستها بتتسم دايما بانه هي تكون عامل استقرار في محيطها كالعادة وده مش انا بس اللي كنت احريس ان انا اقدير سياستنا الخارجية بالطريقة دية لكن اتصور ان احنا كان دايما مصر بتتسم سياستها بالتوازن والاعتدال وما زلنا على كده لان نتدخل في شؤون الاخرين ونبقى عامل اجابة دايما في ايجاد حلول للازمات المختلفة اللي بتمر ببنطقتنا وهي كتير زي ما انتوا شايفين دول الجوار عندنا اشقائنا في ليبيا اشقائنا في السودان بدون شكل ازمات دي لها تأثير علينا ايضا لكن احنا بنحاول نكون عامل ايجابة في ايجاد حلول لهذه الازمات ويمكن انتم كنتم متابعين خلال الفترة اللي فاتت مؤتمر دول الجوار وكان الهدف منه من احنا بالتنسيق مع دول جوار السودان احنا نوجد مخرج او حل سلمي لهذه الازمة حتى تنتهي مهانات الاشقاء ويعني تعود السودان مرة تانية يا رب وفقنا في هذا الامر خلال فترة قصيرة ان شاء الله ده تقريبا يعني ملخص الموقف ودايما بقول انه مش عشان احنا موجودين لا عشان انتم موجودين وقابلنا كلنا في ربنا موجود واحنا بندايما واحنا بنقول ربنا موجود ربنا متطلع علينا وشاهد على ان احنا في بلدنا رغم الظروف الصعبة دي حارسين على احنا دايما نعمل ونعمل بجد في كل القطاعات وفي كل المجالات واحنا مصرين بفضل الله سبحانه وتعالى ان موضوع الازمة الاقتصادية دي نوجد لها حلول نهائية ومش هطول عليكم فيها لكن عايز اقول ان لازم خلال خطة طموحة جدا جدا موضوع الاقتصاد والصناعة ومستلزمات الانتاج وتقليل فاطورة الاستراد بان احنا يبقى لي عندنا بدائل في مصر او انتاج في مصر يغطي مطالب هذه المستلزمات او هذه المنتجات اللي احنا محتاجينها في حياتنا اليومية لو احنا قلنا ان فاطورتنا في السنة استرادنا من الخارج اللي محتاجين له عملة حرة سواء كان من سلعة او من مواد بترولية او من مستلزمات مختلفة اللي تدخل في الصناعة في مصر او ادوية يعني اللي هو الاحتياجات الدرورية اللي منقدرش ابدا مهما عملنا ان احنا نقول ان هي مش اساسية بنكلم في رقم كبير اوي طول ما الرقم الكبير ده احنا مش قادرين نوفره بالعمل بالعمل وبالتصدير وبتوفير بدايل ليه جوه مصر احنا حنبقى بنعاني وانا بقول هلكم بمنتهى الصرحة لازم الموضوع ده بفضل الله سبحانه وتعالى نتجاوزه ولما بتكلم على انتاج زراعي لثلاثة اربعة مليون فدان ده رقم كبير اوي عشان يعني يقلل جزء من فاتورة استراد السلع الغذائية فمهما حتى كان انتاجنا الزراعي اللي انا بقول بكل تواضع يعني ان احنا خلال سنة كمان بالكتير يعني هنكون دخلنا على خريطة سينة اكتر من ربا مئة وخمسين الف فدان وفي الدلتة حوالي اتنين مليون فدان تقريبا وتوشكا وشار الاعانات زي يعني حوالي مليون كمان ومناطي اخرى باني سويف ولمانيا هالي ستين الف فدان كومومبو حوالي مئة وخمسين الف فدان كل ده يعني ما حد يسمعه يقول لي يعني كل الارقام انتم بتولها بالاضافة للي كان موجود قبل كده ولسه اه لسه لان احنا ما شاء الله يعني مئة وخمسة مليون وفي تسعة مليون موجودين معانا كمان محتاجين ان حاجاتهم تبقى موجودة هنا فاصل مش عايز اطيل عليكم عشان ماخدش وقت التبور بينكم سعيد باللي انا بسمعه وسعيد باللي انا بشوفه ورباني وفقكم وانا قلتلكم قبل كده وبقولها دلوقتي ان الاكاديمية ما بقاش دورها فقط انها تقوم بتأهيل واعداد الطلبة دي كليات العسكرية لكن هي بتقوم ايضا بدور انا بأكده هنا بدور في اعداد كوادر تدخل وتعمل في مؤسسات الدولة المختلفة الناس اللي تتولى وظايف تبقى مسؤولة وتبقى مكتهدة وتبقى امينة وتبقى مخلصة فاحنا بنحاول ان احنا نساهم وساهمة في اعداد وتأهيل الكوادر دي لمدة ست شهور مثلا وبعد كده نشوف النتائج دي هتبقى عاملة ازاي هل فعلا المسار ده بحق اللي احنا عايزينه وفعلا بيبقى الاعداد والتأهيل اللي احنا عملناه جيد ولا محتاجين نضيف عليه حاجة مرة تانية كل سنة انتو طائبين والناس اللي هتتخرج بهنيهم مبدئيا كده يعني وان شاء الله الدفعة الجديدة تدخل الكلية او تدخل الاكاديمية بالتوفيق كل انا بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق وربنا دايما يحفظكم ويحفظ مصر شكرا جزيلا سلام عليكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر